السلام عليكم اعتقال مسؤول في مصنع متورط في فجاعة القنيطرة لكن قبل الخوض في التفاصيل لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتتوصلوا باخر اخبار المغرب مكنت الابحاث والتحريات التي اجرتها عناصر القيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة من اعتقال اطار بمصنع الخامير يشتبه في تهريبه لمادة كحولية معروفة باسم سبيريتوس وهي مستخلصة من بقايا الشمندر والتي راح ضحية استهلاكها عدد من الاشخاص ويشار الى ان عناصر الدرك الملكي بالقنيطرة واجهت الاطار بالمتهمين الاثنين الموجودين بالمستشفى الاقليمي تحت المراقبة الطبية حيث تم التعرف عليه وقد جرى اعتقاله وضعه تحت الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العمى في انتظار تقديمه للعدل ويتكون سبيريتوس من نوعين وهما الميثانول وهو الاخطر اذ عندما يتعاطى الشخص يتسبب في اصابة النخاء الشوكي مباشرة ويؤدي الى فقدان البصر ثم ايثانول وهو الاخف حيث يجري في العادة تخفيفه وخلطه مع الخامر اشتركوا في القناة